يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله طرحت في الخطبة الأولى على مسامعكم خبرا مرويا عن أمير المؤمنين عليه السلام في طريق سفره إلى صفين عندما وصل إلى المدائن هذه المدينة التي في الواقع هي عدة مدن وقرى فأطلق عليها بالعربية المدائن والآن تسمى سلمان باك وموجودة جنوب بغداد وأيضا طرحت على مسامعكم كما جاء في الخبر كيف علق أمير المؤمنين عليه عليه السلام على كلمات الشاعر التميمي ثم عندما اكتشف الإمام أن المكان الذي أراد أن يستحم ويغتسل فيه عبارة عن كنيسة فتكلم الإمام أيضا ببعض الكلام تعالوا نستخلص مجموعة من الفوائد من هذه الرواية أولا المؤمن يشعر أن من مسؤوليته تصحيح المفاهيم أو أن يعطي للمفهوم بعدا إيمانيا خاصا بها لا سيما من خلال عرض هذا المفهوم على القرآن الكريم ومحاولة اكتشاف ماذا يريد من الله سبحانه وتعالى أن نتصور بخصوص هذا الأمر أو ما هو المفهوم الذي يمكن أن نستقيه من هذا الحدث ونستفيد منه في حياتنا هذا الشاعر عندما عبر عن زوال إحدى المدنيات ببيت من الشعر ولم يعرف أو غفل عن أن هناك سنة إلهية ترتبط بالحدث التاريخي يعني الله سبحانه وتعالى لديه قوانين تحكم حركة التاريخ فعندما تقدم الأمم بعض المقدمات هناك نتائج حتمية سواء هذه الأمة أكانت مشركة أم مؤمنة من المسلمين أو غير المسلمين إذا قدمت مقدمات معينة هناك نتائج ستتحقق سلبية أو إيجابية هذا يسمون سنة الإلهية في حركة التاريخ الإمام علي عليه السلام عندما التبه أن هذا الشاعر غافل عن هذا الأمر أو لا يعرف هذا الأمر وعبر ببيت من الشعر عن دمار هذه المدنية بادر إلى أن يقدم له وللسامعين ولنا آيات من القرآن الكريم تتحدث عن سنة من سنن الله تعالى التي ينبغي أن نأخذها بعين الاعتبار في سلوكياتنا نحن كي لا نكرر نفس المقدمات فتأتي نفس النتائج ولذا الإمام عليه السلام قرأ على مسامعهم الآيات الشريفة ثم قال إن هؤلاء كفروا النعم هذه المقدمة المرتبطة بالنتيجة في حركة التاريخ ضمن القانون الإلهي السنة الإلهية في التاريخ إن هؤلاء كفروا النعم فحلت بهم النقم ثم قال إياكم وكفر النعم قالها ثلاث مرات ليؤكد على هذه المقدمة الخطيرة التي تدمر أي مدنية أي حضارة أي مجتمع إذا كفروا بالنعمة إياكم وكفر النعم قالها ثلاثاً شنو النتيجة؟ فتحل بكم النقم هذا الخطاب كان للمسلمين وهذا ما ذكرته أن سنن الله في التاريخ لا تميز ما بين مؤمن وكافر هذه المقدمات إن تحققت على يد المؤمنين النتيجة ستتحقق وبالتالي ما عندك أنت حصانة كمجتمع مسلم إذا كررت ذات الخطأ والله تعالى يقول وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَمْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ تهل هذا المجتمع ينتهي يتدمر يمكن يبقون فيه قليل من الناس ثم يغضون سنوات أو بضعة عقود يهجر المكان لأنه لا يعود يملك مقومات البقاء والاستمرارية فتشوف أنه يتحول إلى إرث تاريخه هنا الإمام عليه السلام حول الحدث والمشهد إلى درس في الإيمان والأخلاق محذراً من تكرار المسلمين لذات الأمر الذي لا يخص المشركين ولا الأمم السابقة هكذا يكون الإنسان المؤمن الرسالي هذا الدرس الأول العبرة الأولى العبرة الثانية الأدب الجم للإمام علي عليه السلام عندما انتبه إلى خطأ ذلك الشاعر التميمي فخاطبه وقال أي أخي الإمام علي عليه السلام بعظمته يقول أي أخي هنا نحن أحياناً عندما نجد مفاهيم خاطئة عند بعض إخواننا عندما تكون هناك سلبيات تصدر منهم مثلاً في بياناتهم وغيرها حول قضية دينية تاريخية فقهية قرآنية وغيرها لربما يستفزنا هذا الأمر بشدة لربما نغضب لربما ناخذ موقف عنيف من الطرف الآخر انطلاقاً من غيرتنا على الدين ولكن هذا منفر وهذا قد يدفع الطرف الآخر إلى عدم قبول الفكرة الصحيحة وإن كان في داخله يدري أن هذا هو الصحيح هكذا هي الطبيعة البشرية علي عليه السلام وجد أن هذا الشاعر لم يعبر عن الفكرة بشكل سليم ولم يلجأ إلى القرآن ولكن لكي يصحح خاطبه بهذا الأسلوب الراقي أي أخي وهذا ما يتوافق مع القرآن الكريم ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن الفائدة والعبرة الثالثة الإنصاف في تقييم الأمور والحكم عليها لاحظوا أن المسيحيين عاشوا حالة من الصراع مع المسلمين منذ عهد النبي صلى الله عليه وآله لربما نحن تركيزنا دائماً على اليهود باعتبار أنهم كانوا يشتركون في الحياة مع المسلمين في الفترة الأولى في العهد المدني ولكن أيضاً بلاد الروم البيزنطيون الذين كانوا يمثلون المسيحية باسم المسيحية طبعاً هم ما كانوا باسم المسيحية الحق ولا غيرة على المسيحية صراع سياسي بالنتيجة قضية قضية سيطرة وملك وكذا على كل حال باسم المسيحية واجهوا حركة النبي صلى الله عليه وآله في أكثر من مشهد يعني غزوة مؤتة واحدة من هذه المشاهد غزوة تبوك واحدة من هذه المشاهد إذن كان هناك نوع من الصراع ثم أيام الفتحات الإسلامية أيضاً صار صراع عنيف وممتد واستمر على مدى مئات السنين هناك صراع مسيحي إسلامي حروب قتل غارات إلى آخره كل هذا الأمر في الفترة التي تخص ما قبل هذا الحدث من صراعات وفيها قد استشهد جعفر بن أبي طالب يعني أخو الإمام علي عليه السلام في غزوة مؤتة استشهد في مواجهة مع الروم البيزنطيين المسيحيين ومع حلفائهم من العرب المسيحيين كل هذا لم يمنع علي عليه السلام أن يكون منصفاً حين قال أحدهم عن تلك الكنيسة المهجورة كان يشرك فيها الله كثيراً هذه الوايد كانوا يمارسون أنواع من الشرك في هذه الكنيسة ماذا قال علي عليه السلام وكان يذكر فيها الله كثيراً هذا إنصاف من علي عليه السلام وهذا أيضاً منهج قرآني أصيل الله سبحانه وتعالى يقول وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَا أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدُلُوا هو أقرب للتقوى العبرة الرابعة أيضاً أمر يتعلق بهذا المقطع من الخبر وهو كيفية تقييم الأمور عادةً نحن طبيعة البشرية هكذا الإنسان عندما يحب أحداً ما يذكر ويركز على الإيجابيات لربما هذا الإنسان لديه سلبيات كثيرة ولكنه يغفل أو يتغافل عن هذه السلبيات التي قد تكون أكثر من الإيجابيات أعمق أشد من الإيجابيات ولكن حبه لهذا الإنسان أو لهذه الجهة تدفعه إلى التغاضي عن هذه السلبيات أو التخفيف من أثرها والتركيز على الإيجابيات والعكس أيضاً صحيح عندما نبغض أحداً ما لا نستطيع أن نرى إيجابياته أو نقلل من قيمتها أمام السلبيات وقد تكون إيجابياته أكثر أعمق أفضل من سلبياته ولكن هكذا تكون العملية بالنسبة لكثير من الناس ولذا حين قالوا كان يشرك فيها الله كثيراً علي عليه السلام ما قيم الأمر من خلال البعد السلبي فيما كان يجري في الكنيسة هذه وإنما قال لهم لماذا لا تنظرون إلى الجانب الملآن من الكاس إلى الجانب الإيجابي فيما كان يجري هنا وكان يذكر فيها الله كثيراً أيضاً هذا الأمر كان موجود لماذا تقيمون الأمر هل لأنهم كانوا في صراع معنا نتغافل عن بعد إيجابي في هذا الأمر وبحسب تعبير إمام الشافعية وعين الرضا عن كل عيب كليلة مدام أنت راضي عن هذا الإنسان أو هذه الجهة بعد كل عيب يكون عندك هذا حلو على قلبك ما تشوفه أو تقيمه بصورة إيجابية ولكن عين السخط تبدل مساوة أما إذا أنت صاخط على هذا الإنسان غاضب عليه فما تشوف إلا سلبيات هذا أيضاً الإمام علي عليه السلام يقدم لنا درساً رائعاً إن قيموا الأمور بشكل حقيقي لا وفقاً للعواطف وللاندفاعات النفسية أو الانفعالات النفسية الدرس الخامس عدم التعرض بسوء لمقدسات الآخرين الإمام علي عليه السلام قبل أن يعلم أن هذا المكان بحسب الرواية هذا المكان كنيسة كان يريد أن يستحم هناك يغتسل ولا شك بأن ممارسة هذا الأمر في موضع مقدس ديني غير مناسب يعني تخيل واحد يدخل هنا المسجد مثلاً ويتعرى ويتسبح وكذا ويصب عليه ماء والآخر لا شك أن هذا أمر غير مناسب لا يليق على الأقل أن لم يكن محرما فيه نوع من الإهانة الإمام علي عليه السلام عندما علم أن هذه كنيسة انصرف عن هذا الأمر هذا له أكثر من بعد أكثر من رسالة أنا سأذكر فقط رسالتهم الرسالة الأولى عدم الإساءة لمقدسات الآخرين بما قد يؤدي إلى أن يعمد الآخرون إلى الإساءة إلى مقدساتنا يقول تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله لا تسبوا الأصنام لا تسبوا الأوثان طبعاً تنتقدونها يقولون هذه غير صحيح القرآن وينتقدوا ويقول هذا خطأ وهذا ما لدليل وهذا كذا لكن عملية السب أمر آخر ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون هذا المقطع الأخير من الآية ما مفاده؟ مفاده أن وظيفتكم الدعوة والتبليغ ليست وظيفتكم السب وتوجيه الإهانات وصب اللعنات على الطرف الآخر في مقدساته بحيث يستفز وبالتالي يبدأ هو يمارس ذات الدور مع ما تقدسه أنت الآية تقول الله سبحانه وتعالى يقول لكم إذا كانت غيرتكم إذا كانت شدة ارتباطكم بمقدساتكم وبدينكم هو الذي يدفعكم إلى سب الطرف الآخر ومقدساته فاعلموا أن الله لا يريد منكم ذلك ثم أعلموا أن الله عز وجل هو المستهدف في الأساس من قضية الشرك هو شرك بالله ولو أراد الله أن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر لأخذهم فبالتالي الله قد تركهم إلى أن يجمعهم ويكون المرجع إليه في الآخرة حين ذاك الحساب عليه وأما أنتم فدوركم التبليغ دوركم بالحكمة والموعظة الحسنة أن توصلوا الرسالة الصحيحة هذا بعد أول البعد الثاني أن الكنائس بالتعبير القرآني بيت من بيوت الله عز وجل حتى أن القرآن عبر عن الكنيسة باسم المسجد لاحظوا معاي هذه الآية الشريفة وهي تتحدث عن أهل الكهف قصة أهل الكهف أهل الكهف كانوا مسيحيين في الفترة ما بين المسيح والنبي صلى الله عليه وآله تقريباً مئة سنة لما عادوا إلى الحياة والنشاط بينهم وبين الرسول سبعين أو يعني مولد النبي صلى الله عليه وآله سبعين أو مئة سنة وهما بالفترة اللي فاصلة كانت ما بين المسيح والنبي صلى الله عليه وآله عهد الفترة يسمونه ش تقول الآية بعد ما اكتشف أمرهم ثم الله أماتهم الموتى النهائية إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابن عليهم بنياناً ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم المسيحيون اللي كانوا موجودين في تلك الديار غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجداً ومو مسجد مسلمين كنيسة معبد للمسيحيين اتخذوا عليه فأسسوا كنيسة على الكهف هذا وآثار الكنيسة موجودة إلى اليوم على الكهف وبالتالي هذا التعبير في القرآن عندما يعبر عن الكنيسة بأنه مسجد ألا يحمل رسالة ما كما قال علي عليه السلام إن هذا كان يذكر فيه الله كثيراً كما كان يحصل فيه أخطاء بمعنى إن إذا المكان مورس فيه شيء من خلل العبادة أو المعتقد أو غير ذلك لا يسلب عن أصل المكان العنوان الذي يحمله وهو عنوان أنه بيت من بيوت الله هم أخطأوا بالتصرف ولكن هذا المكان يبقى على احترامه ويبقى محافظاً على عنوانه أكثر من هذا مكان العبادة الذي بناه سليمان عليه السلام لليهود الله يعبر عننا بالمسجد سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله يعبر عننا بالمسجد وهذا المكان إلى الآن لم يفتتح من قبل المسلمين هذا على عهد النبي صلى الله عليه وآله فهو مؤسس من قبل النبي سليمان والناس كانوا على دين موسى على رسالة موسى أتباع الرسالة الموسوية الله يعبر عن المكان بعنوان المسجد هذا الاحترام وهذا العنوان للمكان يبقى وإن مورست فيه صور حتى من الشرك تصور لو مسجد من مساجد المسلمين يتغلب عليه فئة أو تؤسسه فئة ثم تمارس نوعاً من أنواع الشرك أو الانحراف في العبادة هل يخرج من عنوان المسجدية؟ ما يخرج من عنوان المسجدية تقدر تدخل فيه جنوب؟ ما تقدر تدخل تقدر تهدمه؟ له ما يجوز لك تهدمه بدون سلم تقدر تحول الأرض هذه إلى مثلاً بيت عادلة؟ ما يصير يبقى مسجد هم أخطأوا بالتصرفات لكن هذا ما يسئل اسم العنوان المسجدية نعم وقد يقول قائل مسجد الضرار شلون؟ هلم يهدم؟ مسجد الضرار هذا أمر خاص بأمر إلهي يخص هذا المكان انتهت القصة مبيدنا إحنا نحكم على المساجد إن هذا لازم يهدم وذاك يهدم ذاك أمر مرتبط بالوحي وكذا والقصة هذه ما نستطيع أن نكررها على سائر المساجد وعلى هذا المنهج العلوي سار الإمام الصادق عليه السلام أيضاً في رواية للحكم ابن حكيم وهي أكثر من رواية هذه أحدى نصوصها قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول وسئل عن الصلاة في البيع البيع يعني أماكن عبادة اليهود إحنا كمسلمين دخلنا مكان في طريق السفار غيره كنا مسافرين شفنا مكان من هذا واستطعنا أن نصلي فيه يجوز نصلي فيه وهو مكان عبادة اليهود والكنايس أماكن عبادة المسيحيين فقال عليه السلام صلي فيها قد رأيتها ما أنظفها نظيفة طاهرة ما فيها شيء مكان يحافظون على قدسيته تستطيع أن تصلي توجه إلى قبلتك صلي قلت أن يصلي فيها وإن كانوا يصلون فيها يعني هو مكان غير مهجور وما زالوا يمارسون فيه عبادتهم بطريقتهم وقد يكون كما قلنا عند المسيحيين شيء من ممارسات التي نعتبرها نوعا من الشرك معقول نصلي بهذا المكان فقال نعم أما تقرأ القرآن قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيل شعليكم أنتم منهم كل يعملوا على شاكله أهم إذا يغلطون ثلاث غلط إذا هم عندهم شيء من الشرك ثلاث مارس هذا المكان هذا لا يسلب لا يسلب هذا العنوان عن هذا المكان أنه بيت من بيوت لا نعم أخطأوا في أمر ما في جانب ما أو في جوانب معينة حقيقة نقطة ما كانت يعني معدها في أثناء أعداد هذه الخطبة ولكن يعني ما أحب أيضاً أن أفوتها هنا لأنها أثارتني بشكل سلبي وأثارت مجموعة من الأخوة حقيقة بشكل سلبي للأسف انتشرت في بعض وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع لسيدات وفتيات شيعيات يرتدين السواد من دون رباط على الرأس من دون حجاب وبلباس غير لائق وأحياناً بكامل الزينة ويشتركنا في مواكب حسينية ومجالس عزاء حسينية ويتعمدنا التصوير أو يتعمد البعض تصويرهم ونشر هذا بشكل كبير كان هذا أمر استفزازي حقيقة لا من باب أن غير المحجبة بتعبيرهم أو السافرة يمكنها أن تشارك في هذه المجالس لا هي مفتوحة للجميع حتى لغير المسلمين ولكن الاحترام للمكان للعنوان للشعيرة للممارسة الدينية تروح إلى كنيسة المرأة إذا كانت سافرة قبل ما تدخل يقول لها حطي إشارة على راسك احتراماً للمكان هذا المكان له قدسيته ينبهونهم لا تتكلمون هذا المكان له قدسيته هذا بالنسبة للمسيحيين وهذا الاحترام وشفنا أمير المؤمنين واحتراماً للكنيسة المهجورة ما بال من ينتمي أو يدعي الانتماء للتشيع يستفز مشاعر ملايين من أتباع مدرسة أهل البيت عليه السلام بمثل هذه التصرفات اللي بعضهم طالعين بالكامل الزينة وبيدهم الزنجير وموكبه يمشونه يدقونه كذا وشينها التصرفات متى كانت المجالس والمواكب الحسينية يمارس فيها مثل هذا الأمر هذا نوع من الاستفزاز المقصود الذي يريد أن يوصل أكثر من رسالة سلبية فضلاً عن من ظهر وهم من الشواذ أو غير ذلك الذين أيضاً يتقصدون الإساءة إلى المجلس الحسيني والعزاء الحسيني وذكر الحسين وعاشراء بنشر مثل هذه المقاطع المستفزة هؤلاء يجب أن يوقفوا عند حدهم إذا ما يفهمون ويجهلون بالكلمة والموعظة وإذا كانوا متعمدين يجب اتخاذ مواقف أن لا يتكرر هذا الأمر مجدداً ويعرفوا أن المسألة ليست مزحة وليست أمراً يمكن السكوت عليه هذه المجالس والمواكب هذه لها قدسيتها الخاصة أجواءها الإيمانية الخاصة هي ترتبط بحدث عظيم لا نحوله إلى مثل هذه المهرجان للزينة وغير ذلك إننا نتعلم في مدرسة القرآن الكريم والنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وعترته من أهل بيته عليهم السلام أن الإسلام يعترف بالآخر من أتباع الرسالات السماوية ولا يلغيهم ولذا أطلق عليهم عنوان أهل الكتاب كما أن الإسلام يدعو الآخر إلى الحوار البناء حيث قال تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم هناك مشتركات وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وهو يأمر بعدم التعرض بسوء إلى مقدسات الآخر بل وأطلق بل وأطلق في القرآن الكريم على أماكن عبادتهم عنوان المسجد كمواضع عبادة الله تعالى عند المسلمين وأما ما يختلفون فيه معنا فهذا أمر يحكم فيه الله تعالى في الآخرة وهو القائل قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ومن هنا تعايش أهل الكتاب مع المسلمين طوال التاريخ الإسلامي بل وصرح بعض مؤرخي وكبار رجالات الدين من اليهود بأن أوضاعهم خلال العهد الإسلامي كان فترة ذهبية مقارنة بأوضاعهم خلال فترات سابقة أما الصهاين اليوم فإنهم يمارسون شتى أنواع الجرائم وأساليب الإبادة والعنصرية بحق أهل فلسطين وآخرها ما يجري الآن في غزة والضفة والقدس ولا يعيرون أي اهتمام لأي مقدسات إسلامية أو مسيحية أو أي عنوان من العناوين الإنسانية وأسفروا عن وجههم القديح الذي كانوا يتسترون عليه بأكثر من وسيلة طوال ما يفوق التسعين سنة لينكشف جزء بسيط من الحقيقة البشعة أمام العالم المذهول اليوم وبانتظار اليوم الذي ينتصف فيه أهل فلسطين من هذا الطاغوت الكامن على صدورهم وأرضهم ومقدراتهم الله شكرا لكم 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 ترجمة نانسي قنقر